موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطلب والطالبات سنتكلم اليوم عن الوحدة الرابعة تطابق المثلثات بن 4-2 الحالة الأولى تطابق المثلثين بثلاثة أضلاع خذينا في الدرس السابق الحالة العامة لتطابق المثلثين بثلاثة أضلاع مع ثلاث زوايا بس عندنا حالات خاصة أسهل مثل الدرس اليوم إذا لقينا ثلاثة أضلاع متطابقة بالمثلثين إذن هذه المثلثين متطابقين فهنا نقول يتطابق المثلثان إذا تطابق كل ظلع في المثلث الأول مع نظيره في المثلث الثاني ونعبر عن هذه الحالة بحالة ظلع ظل ضرع وطبعا الرمز يرمز لها كاختصار نفتح قوسين ضاد نقطة ضاد نقطة ضاد هذا اختصار الحالة أنزل نشوف تدرب واحد عشان نفهم الكلام عندنا صفحة 116 تدرب واحد عين المثلثات المتطابقة فيما يلي عندنا ألف با جين دال نشوف المثلث في المثال ألف عندك الأضلاع أربعة وستة وثمانية في بالباجين مثلث أضلاع أيضا أطوالها أربعة وستة وثمانية اللي هو عندنا الدال إذن عندنا ألف ودال نشوف في الحالة نحتاج بس الأضلاع عندنا ألف ودال متطابقين مع أن ترتيب الأضلاع مختلف بس هنا ما يهم لأنه ممكن يكون المثلث على لافة أو عاكسة فمنازم يكون نفس الاتجاه فعندنا المثلث ألف والمثلث دال هما متطابقين أربعة مع أربعة والستة نفس الستة والثمانية نفس الثمانية أنزين باق وجيم هل يتطابقون بشكل عام مع باج المثلثات؟ لا لأن الباق عندنا أربعة أربعة وخمسة ونص وما في مثلث ثاني نفس الشيء أطواله أربعة أربعة وخمسة ونص إذن الإجابة راح تكون ألف دال مثل ما واضح عندكم بالدائرتين لأن الأضلاع المتناظرة متطابقة نشوف الحين تدربت نين صفحة 117 هل المثلثان في كل من الأشكال التالية متطابقان ولماذا؟ عندنا ألف عندنا باق عندنا جيم نشوف كل واحدة فيهم نية على ألف عندك هذين المثلثين لاحظنا فيه ضلع عليه شرطة وفيه ضلع ثاني عليه شرطة هذين المتطابقين معناته والضلع الثاني اللي عليه شرطتين نفس الضلع الثاني على شرطتين طبعا اختلاف الأماكن ما يهم لقينا ضلع الأول مع الضلع الأول وضلع الثاني مع الضلع الثاني الحالة اليوم لازم ثلاثة أطلاع وين الضلع الثالث؟ لاحظنا الضلع الثالث هو الضلع المشترك بالمثلثين وبالنسبة حق المثلثين هذ لذا الا الف يعتبر المثلثين متطابقين بالنسبة ح tutte حالة اليوم هذن هيني rejected المثلثين متطابقان لأن الاضلع المتناضرة متطابقة ولا تنسونا الظلع الذي في النص وضلع مشترك يعتبر ذلع متطابق بالنسبة حق المثلاثين وحقيقة مع الرقمثائي عندنا الأضلع أطولهم أربعة وخمسة وسبعة ومثلثة الأول جميع أننا الأطول الموجودة للكثرة الثانية قيزنا أيضا اربعة وعندنا 5 وعندنا 7 لاحظوا الترتيب. ليس مدفع الترتيب. هل إذا كان مدفع الترتيب معناته ليس مدفع الترتيب؟ لا. لأننا ممكن أن يكون عاكس المثلث. إذن هنا يبقى الحالة هذه في رغم با. عندنا الضرع أربعة نفس الضرع أربعة. والضرع خمسة نفس الضرع خمسة. والضرع سبعة نفس الضرع سبعة. إذن بالنسبة حالة الأولى في درس اليوم يعتبر هذه المثلثين متطابقين لأن الأضلاع المتناظرة متطابقة. ما تكلمنا عن الزوايا هذه الحالة العامة. أما حالة اليوم بس بالنسبة حق الأضلع. نية على جيم وانتبه على جيم. وممكن هاي الطالب يغلطون بأول ما يشوفونها. لاحظ المثلث الأول في شرطة وشرطة بالنسبة حق الضلعين في نفس المثلث والمثلث الثاني عندنا شرطتين شرطتين. هل معناته أنه نفس الشيء؟ لا. لأنه ممكن الطالب يحسبني نفس الشيء. المثلث الأول في شرطة. واحد من أضلع. هل في المثلث الثاني عندي واحد من أضلع فيه شرطة؟ لا. إذن في الحالة عندي ما فيه ضلع بالمثلث الأول. يساوي ضلع أو يطابق ضلع المثلث الثاني. إذن غير متطابقين. لأن الأضلع المتناظرة غير متطابقة. هنا عندي شرطة. بالمثلث الثاني ما عندي ولا واحد فيه شرطة. إذن عشان شديد. قلناها المثلثين غير متطابقين. طبعا هنا في الحالة مثل نعتبرنا الأضلع لها نفس وحدة الطول. بشكل العام في المثلاثات في هذا المثال اعتبرنا نفسهم نفس وحدة الطول ليس شرط تكتب لك وحدة الطول بس نفس وحدة الطول نية على تمارا 1 صفحة 119 نية راح نبلش نشوف الأمثلة بالنسبة حق الدرس في الشكل المقابل عندك هذا الشكل قال لك ألف باء هذا ظلع بهالحالة الظلع ألف باء أو القطعة المستقيمة ألف باء تساوي وتطابق ألف جيم تعالوا شوفوا عن رسم ألف باء حاط عليها شرطة وألف جيم حاط عليها شرطة أنزين وقال لك ألف دال يساوي وتطابق ألف ه أثبت أن المثلث ألف باء دال يساوي وتطابق المثلث ألف جيم ه لا تنسى ترتيب الأحرف مهم ألف في المثلث الأول نفس ألف في المثلث الثاني والباء لازم يطابق الجيم في المثلث الثاني والدال يطابقها برغم اثنين أثبت لي أن الزاوية باء ألف دال تساوية تطابق الزاوية جيم ألفها نحن على الأول شيء البرهان يريد مننا نثبت أن المثلثين متطابقين في الحالة التي درسناها اليوم قلنا عشان نثبت أي مثلثين متطابقين لازم نثبت كل ضلع من أضلاع المثلث الأول يناظر ضلع ثاني يساوي ويطابقه في المثلث الثاني وهذا موجود عندنا بالرسم طبعا هنا يحط لك لون أصفر وأزرق ممكن يكون ما فيه ألوان بعدين فنيع المثلث اللي بالأصفر عندك ألف باء حط عليه شرطة وألف جيم شرطة هذا أول ضلعين متناظرين متطابقين وعندك ألف دال وألف ها أيضا نفس الشيء ثلاث شرطات ثلاث شرطات خلصنا نضلع الأول والضلع الأول والضلع الثاني والضلع الثاني باقي الضلع الثالث والضلع الثالث في المثلث الأصفر باء دال الضلع الثالث وفي المثلث الأزرق جيمها للضرع الثالث أيضا شرطتين شرطتين إذن حققنا شروط اللي يبيها في درس اليوم ثلث ضرع مع ضرع وضرع الثاني مع ضرع الثاني ضرع الثالث مع ضرع الثالث إذن هي معنات المثلثين من الطابقين الحين شون نكتب الكلام اللي فكرنا فيه إحنا بعقلنا هو نفس الإجابة يعني شون قلنا أول شيء قلنا ألف با و ألف جيم متساوين ومعطينا إياهم بالسؤال أساسا فنقول للبرهان المثلثين ألف با و دال و ألف جيم Ha فيهما قلنا ألف با يساوي ألف جيم وهذا موجود أساسا بالسؤال كان قائلت لك يا فوق فرح نقول لي عنه معطى هذا ليس من عندنا يا بينا أنت معطيني إياه بالسؤال وقلنا ألف دال و ألف ها أيضا متساويين و أيضا موجودين في نص السؤال فهذا رح نقول عنه معطى لأنه معناته أنت معطيننا يا لا تسألني ليش أنا قلت لك كذي أنت قائلنا إنهم متساويين وقلنا أيضا بادال يساوي طابق جيمها إذا سألني ليش رح أقول له معطى أنت كاتب لها في نص السؤال فكلمة معطى مهمة إذا كان شيء موجود بالسؤال لازم نكتب عنه أنه معطى معناته موجود بالسؤال لا تسألني مونيته إذن حين حققنا ثلاث شروط في درس اليوم ظلع وظل ظلع وظلع إذن رح نقول له إذن المثلث ألف بادال يساوي طابق المثلث ألف جيمها بالحالة لازم نقول له أي حالة حين حالة اليوم ظلع وظلع اللي هو بالحالة ضاد نقطة ضاد نقطة ضاد أنزين لما لقيتهم مثل ثلاثين متطابقين بالتالي شنو نستنتج أن الزوايا متطابقة صح الزوايا المتناظرة أيضا متطابقة معناته الزاوية با ألف دال اللي هو فوق تناظرها منه الزاوية الثانية اللي هي جيم إذن معناته بدون ما أفكر بمعنى المثلثين متطابقين ينقول له وينتج من هذا التطابق أن الزاوية با ألف دال تساوي وتطابق الزاوية جيم ألف ها هذا بالنسبة لك تمرن واحد نشوف تمرن اثنين صفحة 119 أيضا في الشكل المقابل شوفوا ما أعطني معطيات هذا يراح تفيدني ألف با يساوي طابق دال ها الضلعين ودال جيم يساوي طابق با جيم وألف جيم يساوي طابق ها جيم تعالوا خذ نشوفهم عن الرسم ألف با حط عليها شرطة هي نفسها دال ها اللي حط عليها شرطة ودال جيم اللي هي حط عليها شرطتين هي نفسها با جيم حط عليها شرطتين وألف جيم حط عليها ثلاث شرطات نفسها جيم حط عليها ثلاث شرطات أثبت أن المثلاثين ألف با جيم وهاء دال جيم متطابقين نفس الشي من الرسم عندنا المعطيات كلها واضحة عندي الضرع اللي فوق مع الضرع اللي تحت ألف با دال ها متساويين والبا جيم فأنا الآن عرفت أنهم متساويين من المعطين إياهم فشون رح أقول لبرهان أقول تعال أنت قلت لي أنت أول شيء نقوله في المثلاثين ألف بائ جيم وهو دل جيم فيهما هالمثلاثين إذاً قلت لي أن ألف بائ تساوي دلها إذا هذا أول شيء قلت لكم ذرع يساوي ذرع في المثلاثين التانتون المتقابلين إذن لدي ذرعين متساويين وهم معطا وهم أطين إيهما بالنص السؤال ليسه кстати بيهم أن يفعلن أو أعطان اكف عنه لأف race project كليا نطلق fou وعندي أيضا أنت قلت لي في نص السؤال أن دال جيم يتساوي باء جيم فرح أقول له هذا الظلع الثاني ويساوي يطابق الظلع الثاني في المثلثة اللي يناظره إذن أيضا معطى ونفس الشيء بالنسبة حق الظلع الثالث مع الظلع الثالث ألف جيم وهاء جيم أيضا متساويين وأيضا هذا معطى ومن عندي يعني يبتع عشان لا تقول لي ما نيتهم إذن لقينا ثلاث أضلاع كل واحد فيه ويناظر الثاني في المثلثة الثاني إذن خلصنا بعد ما فيه شيء رح نفكر فيه فرح نقول له إذن المثلث ألف باء جيم فعلا يساوي يطابق المثلث دال هوا ولن الأضلاع عرفنا العلاقة اللي بينهم بالحالة ضلع ولازم أتكرم نوع عن حالة أنا أي حالة قاعد أتكرمنا في حالات ثانية رح نأخذها إن شاء الله إذن بالحالة ضاد 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 نشوف حين تمرن ثلاثة صفحة 119 وركز معي وركزي معي عدل الشكل المقابل ألف باء جيم دال شكل رباعي حين قاعد يتكلم عن الشكل ككل رباعي شنو ما أعطينا فيه قال لك فيه ألف باء يساوي ألف دال لاحظ ألف باء حط عليها شرطة وألف دال حط عليها شرطة وباء جيم يساوي دال جيم أيضا باء جيم حط عليها شرطتين ودال جيم شرطتين وهذه الأشراط مهمة حق الحل وقال لك قياس زاوية ألف باء جيم يساوي 105 أثبت أن المثلث ألف باء جيم يطابق المثلث ألف دال جيم حين تكلم عن المثلثين يقسم الشكل الجزئين الأزرق والأصفر المثلث ألف با جيم الأزرق يبينا نثبت أن يساوي طابق المثلث ألف دال جيم الأصفر قسم الشكل الجزئين وبعدين قياس الزاوية ألف دال جيم يبينا نثبت أن قياسها 105 درجات وآخر شي يبينا نثبت أن ألف جيم منصف للزاوية با ألف دال ينصفها نبتدي بالبرهان طبعا عرضنا الفكرة عشان نثبت هالمثلثين بالطابقين أول شي راح نقول المثلث ألف با جيم والمثلث ألف دال جيم هذا يلاحظوها دائما متكررة فيهما شنو فيهما؟ أول شي كان معطينا أن ألف با يساوي ألف دال فرح نقول ألف با تساوي ألف دال وهذه أنت معطيني إياها مو من عندي أنا إذن هذه معطة أيضا قال لي با جيم يساوي دال جيم فأقول لها با جيم تساوي دال جيم في المثلثين إذن وهذه أيضا معطة مو من عندي عشان أتسألني ليش نحين على الضلع الثالث لقيانا الضلع الثالث والضلع الثاني مع الضلع الثاني بقى الضلع الثالث لازم نلقى الضلع الثالث تساويين وين الضلع الثالث تصوير في الثلث الأزرق والأصفر لاحظ ان ألف جيم هي الضلع المشترك ما بين الثلث الأصفر والأزرق اذا كان الضلع واحد لوجود على المثلثين فهذا سأصل لأ لف جيم تساوي ألف جيم wellness لا ؟ شم كلها س millennials مليلا طيب صديقه الح creatures لكن يفهم cherish much لكن gained faith يعني شخصINGS إذن رغم واحد ضلع مع ضلع رغم اثنين ضلع الثاني مع ضلع الثاني رغم ثلاثة هو ضلع مشترك إذن هنا سنقول إذن المثلث ألف با جيم فعلا يطابق المثلث ألف دال جيم طبعا هنا في طلبة لمية يكتب أسامي الاستنتاجي المثلث ألف با جيم وألف دال جيم ارجع حق السؤال وانسخ الكلام نفسه المثلث ألف با جيم وألف دال جيم لأن هذا الصح عشان لا تنقل غلط الحرف او تكتبه من عندك غلط اكتبه من السؤال انزين بالحالة شنو طبعا بالحالة ضلع وضلع اللي هي حالة اليوم اثبتنا بهذه الحالة مو بشي مثالي مع غيره انزين لما اثبتنا مثلثين مطابقين شنو استنتج منه ان الزاوية المطابقة صح انزين الزاوية اللي يبيها ألف دال جيم ألف دال جيم تطابق منه بالمثلث الثاني تطابق ألف با جيم صح المصح الزاوية ألف دال جيم تطابق ألف با جيم تعالوا شوفوا ترتيب الأحرف راح تلقونها صح اللي هي الزاوية ألف باق جيم أنزين معناته ألف دال جيم وألف باق جيم كم يساويون 100 وخمس إذن أثبتنا الرغم اثنين بدون ما نفكر ونقوله وينتج من هذا التطابق أن ألف دال جيم راح تساوي غياس الزاوية ألف باق جيم يساوي 100 وخمسة أنزين كما ينتج من التطابق الزاوية اللي فوق اللي هي شوفوا اللي عليها حين النجمتين هالزاويتين في المثلاثين هالزاويتين متساويين صح اللي يسمهم الزاوية باق ألف جيم والزاوية دال ألف جيم بما أنه في التطابق في هالزاويتين متساويتين صح نزين لما عندي زاويتين متساويتين معناته لما نيع الزاوية ألف ككل الزاوية ألف كلها اللي بنشوفها كلها تقسمت إلى نصين صح والدليل صار عندي هنين النجمتين الطرف هذا نفس هذا الطرف إذن ألف جيم فعلا ألف جيم نصف للزاوية باق ألف دال كزاوية ككل وإن شاء الله نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق شكراً لكم